بايزين إن هوفتزين الفرق بين الجملة الرئيسية والجملة الثانوية هوفتزين إس سيلف ستاندخزين الجملة الرئيسية هي جملة مستقلة بمعنى أن الجملة الرئيسية بإمكانها التعبير عن معنى معين حتى وإن استعملت مستقلة عكس الجملة الثانوية التي لا تعبر عن أي معنى إن استعملت لوحدها بايزين إس أن فانك لكزين الجملة الثانوية هي مرتبطة دائما بالجملة الرئيسية ومن دون الجملة الرئيسية لا يمكن للجملة الثانوية أن تعبر عن معنى وعندما نجمع بين الجملة الرئيسية والجملة الثانوية تتكون لنا جملة مركبة تسمى إن خبيد زين من الفوارق أيضا بين الجملة الرئيسية والجملة الثانوية أن الفعل المصرف في الجملة الرئيسية يحتل دائما المركز الثاني أي يأتي مباشرة بعد الفاعل مثال سام ايد ابل سام هو الفاعل والفعل المصرف أي برسونس فورم ايد من الفعل ايتن سام ايد انابل يأكل سام تفاحة أو سام يأكل تفاحة أما في الجملة الثانوية فالفعل المصرف يكون دائما في نهاية الجملة مثال سام ايت اناطو أمضت هاي هونجر هيفت الجملة الثانوية هي هاي هونجر هيفت كما تلاحظون هاي هو الفاعل والفعل المصرف جاء في المركز الأخير من الجملة الثانوية وفي بعض الأحيان يمكن أيضا للجملة الثانوية أن تأتي بدون فعل مصرف يعني يمكن أن يكون الفعل في صيغة المصدر infinity form يعني غير مصرف حكس الجملة الرئيسية التي التي لابد لها أن تحتوي على فعل المصرف قد موقع في المركز الثاني بعد الفاعل مثال هاي بيلد أم يتب ضانك هاي هو ضمير الفاعل بالنسبة للجملة الرئيسية والفعل المصرف بيلد برسونس فون أما الجملة الثانية فالفاعل هو نفسه هاي أما الفعل فبقي غير مصرف وهو بدانك وسنرى في الدرس التالي كيفية ربط جملة ثانوية بجملة رئيسية وللاطلاع عن الدرس الذي يتعلق بربط جملتين رئيسيتين فبإمكانك أن نقرأ على الرابط الذي يظهر الآن ترجمة نانسي قنقر